أخيراً وبعد السلسلة من تأجيلاتها هو القانون المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر يدخل حيز التنفيذ لضبط هذا النوع من المعاملات التجارية التي تتم بين مورد إلكتروني لمستهلك إلكتروني عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلا أن تفعيل آليات الرقابة على السلاع والخدمات تبقى قاصرة لازم نعرف أن التجارة الإلكترونية في الجزائر ما تزال في مهدها وبالتالي الحديث عن آليات يمكن أن تكون قوية ويمكن أن تكون جادة ما يزال أمر لا يمكن ضمانه ولا يمكن تثبيته لأن تجارة الإلكترونية تختلف عن تجارة العندية لما تكون هناك منتجات كسلع أو خدمات ولا معروضة لا يمكن لأعوان رقابة التفحص فيها رواد مواقع التجارة الإلكترونية يتخوفون من عمليات الإحتيال وقرصنة البيانات الشخصية للغموض الموجود في هذا المجال الهجز الكبير الذي يعني في نفوز المستهلكين هو حفظ البيانات لإسم اللقب العنوان إلى غير ذلك يعني كل معلوماتك سرية هنا لابد أن تكون أجهزة رقابة يعني صارمة نجاح آليات الرقابة على السلع والخدمات في بداية تنفيذ هذا القانون مرتبطة بالمستهلك بدرجة الأولى الذي عليه التبليغ وفق إجراءات قانونية مضبوطة في حال تسجيل تجاوزت تسجيل تجاوزت